أسماء الصحابة الستة المكثرين عشان احنا هنكمل النتائج اللي كانت بعد الاكثار الاكثار الصحيح المحمود من بعض الصحابة في المدينة أو الستة المكثرين لكن فتح باب زي ما بنقول بعده فعندي أدلة أنا بقول لكم كيف نستدل بالاستقراء العلمي إنه هناك كذبا حدث بعد عصر الصحابة إما من الجيل الأول التابعين أو بعضهم طبعا بعضهم ثم الجيل التاني والتالث والرابع خلي بالكم ما وقفتش عند التابعين احنا لسا نتكلم عن متين سنة إلى أن يصل وأكتر من متين إلى أن يصل الحديث إلى كتابي البخاري ومسلم أو الصحاح الستة وده ليس معناه عشان أأكد نقد المنهج كله أو هدمه أنا بقول أن هذه المناهج لازم تصفى عشان نخرج منها أو نشير أن هذا ليس من حديث رسول الله فبالتالي ليس مقدسا وليس دينا هسألك سؤال يأيد الكلام اللي قلنا لماذا لم ينقل الحديث الصحابة بعضهم إلى بعض ده سؤال أو دليل لأنه صب دايما عنده أو مش معقول أنه يصب دايما عنده التابعين فده معنى كده أنه حصل كذب إما من هذا الجيل أو من الجيل الذي بعده فكذب على التابعي فكذب على الصحابة لأن بقى كده ده السهي بقى أسهل ده التابعي كان حاله أصعب لأنهم بيعرفوا شافوا قعد معاه ولا ما شافوش أما البائي هتشوفوا بقى